بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الدارسين أهلا وسهلا بكم في لقائنا السادس لمقرر التربية الوطنية حيث أننا تحدثنا في اللقاء الخامس اللقاء السابق عن مفاهيم اقتصادية تتعلق بالسوق المالي القروض الضرائب الرسوم الجرائم المالية والعمل ومناخ الاستثمار في فلسطين أما في لقائنا هذا أي اللقاء السادس فسوف نتحدث عن الوحدة الرابعة التي تتعلق بمفاهيم اجتماعية تخصنا كفلسطينيين وتتعلق بالوضع العام لنبدأ كبداية أعزائي الدارسين بالتعرف إلى الأهداف العامة لهذا اللقاء أولا أن يتعرف الدارس إلى المجتمع ويبين الخصائص المميزة له ثانيا أن يتعرف إلى المفاهيم والوصطلحات الواردة ثالثا أن يتعرف إلى مؤسسات التربية والتنشأ الاجتماعية كالأسرة المدرسة النوادي ومراكز الشباب ووسائل الإعلام رابعا أن يوضح بعض المشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطيني خامسا أن ينمي اتجاهات إيجابية نحو المجتمع الفلسطيني أقسام الوحدة القسم الأول سوف نتحدث فيه عن المجتمع القسم الثاني يتحدث عن التربية والتنشأة الاجتماعية القسم الثالث يتكلم عن التربية والتنشأ الاجتماعية في الإسلام القسم الرابع مؤسسات التربية والتنشأ الاجتماعية أما القسم الخامس فهو يتحدث عن مشكلات المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج أولا لنبدأ عزيز الدارس بالحديث عن مفهوم المجتمع هناك عدة تعريفات للمجتمع نبدأ كبداية بأن المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الأفراد الذين يعيشون على بقعة جغرافية معينة تتمسك هذه الأفراد بمجموعة من المبادئ والمقييس والقيم والروابط والمصير المشترك وهناك أيضا عزيز الدارس من عرف المجتمع بأنه عبارة عن نسيج أو شبكة من العلاقات الاجتماعية التي تقوم بين أفراد المجتمع وتهدف إلى سد حاجاتهم وطموحاتهم وأهدافهم القريبة والبعيدة أما جينز بيرغ فيرى أن كلمة المجتمع هي عبارة عن صلة الإنسان بالإنسان سواء كانت هذه الصلة مباشرة أي وجها لوجه أو غير مباشرة قد تكون داخل حدود الإقليم أو خارجه أما عزيز الدارس الأبعاد البنائية الخاصة بالمجتمع أولا البيئة الطبيعية والجغرافية وحينما نتحدث هنا عن البيئة الطبيعية والجغرافية فالمقصود بها عبارة عن المكان الذي تقطنه مجموعة الأفراد وهنا لدينا مصطلحان أولا الموقع ولنقول مثلا أن المجتمع الفلسطيني موقعه الجغرافي هو عبارة عن حدود دولة فلسطين أما جوء الثاني وهو المصطلح الثاني ألا وهو الموضع وهو عبارة عن البقعة الجغرافية التي توجد عليها هذه الدولة ثانيا البيئة الاجتماعية أو الوسط الاجتماعي البيئة الاجتماعية هنا المقصود بها مجموعة الأفراد السكان الذين يعيشون على هذه البقعة الجغرافية وبالتالي يكون بينهم مجموعة من العلاقات كما ذكرنا أن المجتمع هو عبارة عن نسيج من العلاقات التي تكون بين أفراد المجتمع حتى يصلوا بالنهاية إلى سد حاجاتهم ومتطلباتهم ثالثا العلاقات الاجتماعية العلاقات الاجتماعية هي عبارة عن نسيج والشبكة من العلاقات تقوم بين أفراد المجتمع وتعتبر من الأبعاد البنائية أو أسس هذا المجتمع رابعا إن مستوى تطور القوى المنتجة في المجتمع ومجمل العلاقات الاجتماعية بين أفراده تحدد شكل ذلك المجتمع ونوع الثقافة التي يمكن أن تسود فيه وقد قسم عزيز الدارس علماء الاجتماع أشكال المجتمع إلى عدة أقسام الجماعات الأولية وهي عبارة عزيز الدارس عن جماعات صغيرة نسبيا العلاقات فيها مباشرة وجها لوجه والعلاقات بين الأعضاء تتسم بأنها عاطفية ومن أمثلتها الأسرة قد تكون الأسرة النواة فالعلاقة تكون في هذه الأسرة بين أفرادها هي عبارة عن علاقات وجها لوجه ثانيا الجماعات الثانوية وتمتاز هذه الجماعات بأنها قصيرة البقاء بمعنى قد لا تدوم لفترة زمنية طويلة كما هو الحال بالنسبة للجماعات الأولية وقد ينتسب الفرد إلى هذه الجماعات لفترة زمنية قصيرة ثم يتركها وأعدادها كبيرة والعلاقات قد لا تكون مباشرة وكما هو الحال بالنسبة للأسرة ومن أمثلتها الأحزاب السياسية مثال على ذلك أحزابنا الفلسطينية تسمى جماعات ثانوية أي أن الفرد ينتمي إلى هذا الحزب قد يكون انتمائه لفترة زمنية قصيرة وقد تطول الفترة الزمنية العلاقات لا تكون وجها لوجه المقصود بذلك أن العلاقة ما بين الفرد المنتمي للحزب والمؤسسة المسؤولة أو قيادة الحزب قد لا تكون مباشرة وإنما عن طريق وسطاء وذلك لنشر الأفكار والمعتقدات الخاصة بهذا الحزب أو ذاك ثالثا الجماعات المؤقتة الجماعات المؤقتة هي عبارة عن جماعات غير مستقرة وبالتالي لا يجمعها هدف مشترك بمعنى قد تكون هناك علاقة عابرة بين فرد وفرد آخر أو مجموعة من الأفراد وقد تنتهي هذه العلاقة بانتهاء مكان العمل أو قد تنتهي بانتهاء السفر أو الدولة وبالتالي لا يكون هناك بينهم هدف مشترك رابعا الجماعات المرجعية الجماعات المرجعية هي عبارة عن جماعات التي يرجع إليها الأفراد في تقييم سلوكهم وبالتالي يتأثر الفرد بهذه الجماعات من حيث الاتجاه ويشارك أعضاؤها في الميول ويعتبرها جماعته ومعاييرها معاييره مثل الأسرة قد تكون الأسرة النواة قد تكون الأسرة الممتدة أخيرا المجتمع المحلي فهو عبارة عن بناء اجتماعي يشمل مجموعة من الأسر والوحدات الاجتماعية الأخرى التي يعتمد وعضها على بعض كمجتمع القرية أو مجتمع البادية أي أن المجتمع المحلي هو عبارة عن مزيج من الجماعات التي ذكرناها سابقا والتي ينتج عنها بالنهاية نسيج اجتماعي خاص بالمجتمع ككل ثانيا التربية والتنشئة الاجتماعية مفهوم التنشئة الاجتماعية هناك عدة مفاهيم نذكر كبداية مجموعة من العلماء الذين عرفوا التنشئة الاجتماعية ونبدأ بالأستاذ محمد جواد رضا حيث يرى أنها العملية التي يتعلم بواسطتها الفرد كيف يتكيف مع جماعته عن طريق اكتساب السلوك الاجتماعي الذي ترضى عنه الجماعة أما طلعت همام فيرى التنشئة الاجتماعية أنها عبارة عن تشكيل للفرد عن طريق ثقافته حتى يتمكن من الحياة في هذه الثقافة جيم أيضا من التعريفات الأخرى فإن التنشئة الاجتماعية هي عبارة عن العملية التي يندمج فيها الطفل في المجتمع من خلال تعرضه لأفعال وآراء الأشخاص الأكبر سنا في هذا المجتمع أما أهداف التنشئة الاجتماعية كبداية التكيف مع المجتمع ومع الآخرين بمعنى أن من هدف التنشئة الاجتماعية أن يغرس في الفرد طريقة التكيف مع المجتمع ومع الآخرين ويكون ذلك من خلال الأسرة أو المدرسة أو المجتمع الاستقلال الذاتي والاعتماد على النفس أيضا التنشئة الاجتماعية تجعل من الفرد قادرا على أن يكون مستقلا بذاته ويعتمد على نفسه وذلك من خلال مجموعة من العمليات التي تكون بشكل ممنهج عن طريق الأسرة أو المدرسة أو ما بعد ذلك ثانيا تكوين الاتجاهات النفسية والاجتماعية للإنسان من خلال هذه العملية عن طريق تفاعله مع أفراد المجتمع أو ثقافته والتي من خلالها يكتسب الفرد منها مجموعة من السمات تكوين القيم الخلقي والوجداني في نفوس أفراد المجتمع أما التربية كمفهوم فهي عبارة عن مجموعة العمليات التي يعد فيها الوليد الناشئ ليصبح عضوا متكيفا وفعالا في المجتمع الذي أولد فيه ويعيش في كنفه إن من أهداف التربية عزيز الدارس تلبية حاجات المجتمع المختلفة وهذه الحاجات هي على النحو التالي أولا الحاجة إلى التربية الوطنية ومقررنا عزيز الدارس يدل بشكل واضح على أهمية المجتمع لهذا المقرر وللدارسين في جامعة القدس المفتوحة على أنه يعتبر من الحاجات الأساسية التي يجب توفرها للمجتمع فهو بالتالي من المقررات التي تفيد المجتمع والطلبة على حد سواء باحتياجات المجتمع ثانيا الحاجة إلى التربية المهنية بمعنى آخر أن المجتمع وأي مجتمع بحاجة إلى تربية مهنية يستطيع من خلالها الفرد التعرف على الاقتصاد وبالتالي السعي لتحقيق تطور الحاجة إلى التربية الخلقية العادات والتقاليد والمرتبطة كذلك بأخلاق الفرد الحاجة إلى التربية الصحية والحاجة إلى التربية الاستجمامية لما ذلك من أثر في تنمية وتنشئة المجتمع خاصة حينما نتحدث عن النواحي الصحية فإذا لم يكن هناك تطور صحي فإن ذلك يعرض المجتمع إلى أخطار كثيرة جدا وقد اهتمت التربية الإسلامية عزيز الدارس بتنشئة الطفل وركزت على عدة مسؤوليات تجاهه ومن بينها توجهات الرسول عليه الصلاة والسلام الخاصة بالأطفال وهنا فإن ديننا الإسلامي الكتاب والسنة وجد فيه جميع الحلول المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية خاصة في مجال تربية الأطفال وهنا من توجهات الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا نكذب على الطفل وأن لا نعده ثم نخلف الوعد لأن ذلك يزرع في نفس هذا الطفل عادات سيئة لم يدعو إليها الدين الإسلامي ومن الأدلة والبرهين على ذلك أنه دخل رجل على رسول عليه الصلاة والسلام وهو يداعب حفيديه الحسن والحسين ويقبلهما فقال له الرجل إن لي عشرة من الولد لا أقبل أحدا منهم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم وهذا دليل واضح على أهمية التنشئة الاجتماعية والنزول إلى مستوى التفكير للطفل والنهوض به حتى يكون من أسباب بناء وتطور المجتمع أهداف التربية الإسلامية إن التربية الإسلامية لها عدة أهداف أولها التركيز على نظافة المظهر والمأكل والمشرب والبيت والبيئة فإماطة الأذى عن الطريق صدقة وهذه من أهميات ديننا الحنيف أنه ركز بشكل كبير جدا على نظافة الجسد أو نظافة المأكل أو الملبس أو البيت أو البيئة وقد أعطى إيجابيات وحسنات لمن يقوم بهذه الأعمال فهذا دافع للمواطن المسلم لأي إنسان أن يقوم بهذه الأهداف حتى يستطيع أن يكون عنصر فعال في بناء المجتمع ثانيا تحث أيضا التربية البيئية في الإسلام على الاعتدال وعدم الإصراف في المأكل والمشرب فما ملأ ابن آدم شرا من بطنه وهذا يدل على أهمية الاعتدال وعدم الإصراف لما له من أثر سلبي إما على الصحة أو على اقتصاد الأسرة وبالتالي اقتصاد المجتمع ككل ثالثا تحث أيضا تربيتنا الإسلامية على تقوية الجسم بالرياضات وذلك من أجل إعطاء هذا الفرد القوة الجسدية حتى يكون مواطن صالح في المجتمع ويستطيع بقوته الجسدية أن يقدم أبناء المجتمع في الأمور التي تحقق الأهمية والكفاءة لهذا المجتمع الإسلامي رابعا تحرص أيضا التنشئة الاجتماعية في الإسلام والتربية الإسلامية على أن لا يرهق الإنسان جسمه فيما لا يطيق فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى خامسا تحرم على الإنسان المسكرات والمقدرات وما شاكل ذلك من عققير التفتك بالبدن كما أنها تنثره مفترات والمنبهات التي يعتبر الإدمان عليها أو تناولها من الأمور التي تؤثر على الصحة وتؤثر على المجتمع بشكل سلبي باء لننتقل إلى التربية الإسلامية عند مجموعة من العلماء ونبدأ بالتربية الإسلامية عند ابن سينا فقد نادى ابن سينا بمجموعة من المبادئ التربوية نبدأ كبداية بضرورة اختيار الإسم الحسن للطفل يجب على والدي الطفل أن يختاروا الإسم الحسن لهذا الطفل وخاصة حينما تتحدث عننا كمسلمين فيجب أن يراعي تعاليم ديننا الإسلامي ثانيا اختيار المربية العاقلة صحيحة العقل والجسم وذلك حتى تنعكس عاداتها وتقاليدها وآثارها وثقافتها على التنشى الاجتماعية لهذا الطفل بحيث نجد طفلا يكون له الأثر الإيجابي الواضح في البناء الاجتماعي الإيجابي ثالثا البدء بتأديب الطفل بعد الفطام والمقصود بدأتي بالطفل أي تعليمه الآداب والأخلاق الحميدة التي ينتج عنها إيجابيات تخدم المجتمع بشكل عام رابعا سبل تأديب الصبيان وأيضا وقد وضح ديننا الإسلامي ووضع العلماء المسلمين كيفية تأديب الصبيان كبداية بالترهيب والترغيب أي ترهيب الأطفال ثم ترغيبهم الإناس والإحاش ثم بالحمد مرة وبالتوبيخ مرة أخرى وقد نستعين بالضرب أحيانا إذا اقتلت الضرورة في بعض التصرفات السيئة لبعض الأطفال بحيث أن هذا الضرب لا يكون مبرحا أو يؤثر على نفسية هذا الطفل وعلى جسده سادسا مع تعلم القرآن أيضا يلقن الصبي مبادئ ديني وأركانه سابعا من الضروري أن يكون مع الصبي صبية آخرون ذوي أخلاق رصينة وأداب حسنة فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ثامنا على المعلم أيضا مرب الصبيان أن يحادثهم مما يؤدي إلى انشراح العقل وتسهيل الفهم وتهذيب الأخلاق وتحريك الهمم فبالتالي علاقة المدرس بالطلاب يجب أن تكون علاقة اجتماعية مبنية على التفاهم مبنية على أن ينزل هذا المعلم إلى مستوى الطلاب من حيث التفكير من حيث تصرفاتهم ويوجههم نحو الإيجابيات تاسعا بعد أن يتعلم الصبي القرآن واللغة يوجه إلى التقصص الذي يصلح له حسب رغبة هذا الطفل جيم التنشئة الاجتماعية عند الغزالي وهو من علماء المسلمين فقد عقد الإمام أبو حامد الغزالي فصلا عن التنشئة الاجتماعية في الجزء الثالث من كتابه إحياء علوم الدين بعنوان بيان الطريق في رياض الصبيان في أول نشوئهم ووجهة تأديبهم وتحسين أخلاقهم ويمكن من قراءتنا لهذا الفصل أن نستخلص ما يلي إن الغرض من التنشئة الاجتماعية الإسلامية هي إعداد الإنسان الصالح الذي يكون له الأثر الواضح في نهضة المجتمع ثانيا إن الطفل أمان عند والدي يجب عليهم أن ينهض بتربيته تربية صحيحة ثالثا سيانة الطفل هذه تكون بتأديبه وتهذيبه وتعليمه محاسن الأخلاق وحفظه من قرناء السوء والابتعاد عن التنعم أي التنعم في العيش رابعا الاستعانة بحياء الصبي وتمييزه في تأديبه خامسا يجب أن يعلم الطفل أداب الطعام فالرسول عليه السلام كان لا يأخذ الطعام إلا بيمينه وأن يقول عليه بسم الله عند أخذه وأن يأكل مما يليه والرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا في جميع الأعمال سادسا يجب أن يبادر إلى تربية الصبي في وقت مبكر جدا حتى يستطيع أن يتحكم بالصرفاته فإذا وصل إلى عمر معين خاصة يعني إزدادة السنوات وهذا الأب أو تلك الأم لم تحسن تربية هذا الطفل فإن أثره سيكون سلبيا كبداية على الأسرة ثم المدرسة ثم المجتمع ككل فبالتالي من النقاط المهمة أن تكون تربية الطفل تربية صحيحة وسليمة في عمر مبكر الطفل حتى يكتسب العادات والتقاليد والقيم الإسلامية التي تتيح لنا التعامل بشكل فعال في هذا المجتمع سابعا يجب إشغال الأطفال في المكتب والمكتبات سواء في داخل حدود الأسرة أو بالخارج في المدرسة أو المكتبات العامة فيتعلم فيها القرآن والأحاديث النبوية الشريفة كذلك يدرس أخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين ثامنا يجب أن يمدح أيضا الطفل على أعماله الإيجابية في العلن تاسعا ليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحيانا والأم تخوفه بالأب وتزجره عن القبائح حتى يشعر هذا الطفل بأنه مسؤول عن تصرفاته وهناك ترهيب وأحيانا عقاب على التصرفات السيئة أن يعود الطفل على المشي والحركة والرياضة النقطة الحدي عشر أن يمنع من الافتخار على إقرانه بشيء مما يملكه والداه أو يملكه هو وهنا رسالة إلى الأطفال وخاصة الفئة التي توجد على مقاعد الدراسة في المدارس مهم جدا إلى المعلمين إلى المربين أن يزرعوا في أنفس هؤلاء الطلبة احترام الآخرين وعدم التفاخر وبالتالي عدم التبجح بما يملكه هذا الطفل ولا يملكه الآخرون وإذا فسرنا سبب وجود الزي المدرسي بالمدارس فهو عبارة عن عملية توحيد للطلبة في الزي حتى لا يكون هناك فروق تؤثر على نفسية الأطفال خاصة الفقراء منهم والتي لا تسمح لهم أوضاعهم المادية من شراء ملابس بأسعار مرتفعة فبالتالي ضروري جدا أن يكون هناك تعامل بنفس المستوى مع الطلبة وتوجيههم بشكل فعال جدا على أن يكونوا أسرة واحدة بعيدا عن النواحي الاقتصادية والمركز الاجتماعي لذوي الطفل النقطة الأخيرة أن يمنع الطفل من أخذ أي شيء من الصبيان لأن ذلك يترك صفة سلبية في هذا الطفل قد تستمر فترة من الزمن وقد تؤدي بالطفل أحيانا ليس الأخذ مباشرة من الطفل وإنما الأخذ بطريقة غير مشروعة أي الصرقة وهذه نقطة مهمة جدا أعزائي الدارسين رابعا مؤسسات التربية والتنشئة الاجتماعية كبداية نبدأ بالأسرة كمفهوم ثم أنواع ثم تطور الأسرة عزي الدارس هي عبارة عن النظام الاجتماعي الذي تنشأ عنه أول خلية اجتماعية وتبدأ بالزوجين ثم تمتد حتى تشمل الأبناء البنات الآباء الأمهات الإخوة والأخوات والأقارب جميعا فتصبح الأسرة هنا الأسرة الكبرى وقد تكون الأسرة عزيز الدارس الأسرة النووية وهنا الأسرة النووية عزيز الدارس هي عبارة عن الأب والأم وأبنائهما غير المتزوجين أما الأسرة المشتركة فتتكون من الأب والأم والأبناء المتزوجين وزوجاتهم وأبنائهم ولقد كانت الأسرة عزيز الدارس في العهدين اليوناني والروماني تقوم على التبني وهذا يمنع في ديننا الإسلامي النقطة الأخرى كذلك كان الإدعاء لا صلاة الدم أساس الأسرة في الجاهلية فالولد نفسه لا يلحق بأبيه إلا إذا رضي به أبوهما ما هي وظائف الأسرة؟ أولا لا تزال الأسرة هي الوسيلة الأصلح لنظام التناسل حتى تستمر هذه الأسرة بعملها ثانيا الأسرة هي المكان الطبيعي الذي تنشى عنه العقائد الدينية وتستمر كما ذكرنا في وسائل تربية الأطفال سواء عند بسينة أو عند الغزالة فقد ركزوا على عملية التنشى الاجتماعية خاصة في النواحي الدينية فيما يتعلق بقراءة القرآن والأحاديث ودراسة السلف الصالح ثالثا الأسرة هي عبارة عن وحدة اقتصادية متضامنة يقوم فيها الأب بإعالة زوجته وأبنائه وتقوم الأم بأعمال المنزل وقد يكون المعيل أحيانا هي الأم ولا يشترط الأب رابعا تعتبر الأسرة عزيز الدارس عبارة عن المدرسة الأولى والنقطة الأولى لتنشأة الطفل الاجتماعية حيث يتعلم الطفل اللغة كما أنها لا تزال مسؤولة عن التنشأة والتوجيه وتشاركها في ذلك مؤسسات المجتمع المختلفة خامسا تعتبر الأسرة بالنسبة للطفل هي المدرسة الأولى التي يتلقى فيها مبادئ التربية الاجتماعية والسلوك وأداب المحافظة على الحقوق والقيم والواجبات أما سمات الأسرة الفلسطينية أولا هي عبارة عن أسرة متماسكة ومستقرة وما تعرض له الشعب الفلسطيني من نكبات متتالية متوالية بدءا منذ الانتداب البريطاني الفلسطيني حتى الاحتلال جعل من هذه الأسرة أسرة تشكل تماسك واستقرار داخل المجتمع الفلسطيني ممن عكسها بأثر إيجابي على التمسك بهذه الأرض ثانيا تتكون الأسرة في العادة من الزوج والزوجة وأولادهما وإحيانا ينضم إليهما والداء الأب ثالثا تقع مسؤولية إعالة الأسرة على الزوج رابعا قد تشترك الأم في كثير من الأرصة الفلسطينية في الإعالة والإنفاق خامسا تهتم الأسرة الفلسطينية بتعليم أبنائها سادسا لا تزال نسبة الخصوبة في الأسرة الفلسطينية من أعلى النسب في العالم فربما يبلغ عدد أفراد الأسرة في المعدل سبعة أفراد وقد يزيد عزيز الدارس هذا العدد قد يصل بعض الأسر إلى ثمانية أفراد أو تسعة أفراد أو عشرة أفراد أو أكثر من ذلك والسبب يعود في ذلك إلى أن معدلات الزيادة الطبيعية في فلسطين من أعلى المعدلات في العالم ويرتبط ذلك بنواحي اجتماعية ونواحي دينية وهنا أيضا نتكلم عن النواحي السياسية المرتبطة بواقعنا الفلسطيني والمتعلقة بالصراع الديمغرافي الفلسطيني الإسرائيلي حيث أننا وجدنا على هذه الأرض تعرضنا لنكبات تعرضنا لحروب تعرضنا لتشريد تعرضنا لقتل فبالتالي لا بد من زيادة الإنجاب زيادة معدلات الزيادة الطبيعية حتى يستطيع الفلسطيني أن يتمسك بهذه الأرض وبالمقابل يستطيع أن يكون ندا للتزايد السكاني السريع داخل المناطق المحتلة والتي يسيطر عليها جيش الإحتلال الإسرائيلي فسياسته الواضحة هي عبارة عن تشجيع عملية الإنجاب خاصة لدى اليهود الشرقيين أو ما نسميهم بعضهم بالمستوطنين الذين تعتبر معدلات الزيادة الطبيعية لديهم مرتفعة وأحيانا قد تفوق بعض المعدلات الفلسطينية وهذا نابع من حرصهم على أن تكون الزيادة الطبيعية والعدد السكاني للإسرائيلي أعلى بكثير من عدد السكان الفلسطينيين على هذه الأرض سابعا تدقق الأسرة في زواج أبنائها وبناتها وهذا يساعد على استقرار الأسرة أي أن الأسرة الفلسطينية تحاول أن تختار الزوج الصالح الذي يمكن أن يؤدي الاستقرار واستدامة هذه الأسرة ثامنا تغرس الأسرة الفلسطينية في نفوس أبنائها حب الوطن والقيم العربية الإسلامية والأخلاق الكريمة وبالتالي فإن وجودنا على هذه الأرض ما هو إلا نتاج للتربية والتنشى الاجتماعية والوطنية التي غرست في نفوسنا منذ القدم حتى اللحظة توالتها الأجيال جيلا بعد جيل لنتمسك بهذه الأرض التي نعيش عليها استمرارا لوجودنا وبالتالي استمرارا لقضيتنا الفلسطينية المرتبطة بهذه الأرض فبالتالي فإن التنشى الاجتماعية داخل الأسرة يكون لها الدور الأبرز في تنشئة الطفل وغرس حب الوطن في نفسه استكمالا لدور المدرسة وما بعد المدرسة في الجامعات با ننتقل عزيز الدارس إلى المدرسة وكما قلنا هي عبارة عن المؤسسة الثانية للتربية الاجتماعية التي ينتقل إليها الطفل وهنا وكما تحدثنا قبل لحظات يجب أن تكون الأسرة لديها القدرة على تنشئة الطفل تنشئة اجتماعية سليمة حتى تستطيع المدرسة أن تكمل المشوار بشكل إيجابي وذلك فقد قدر أحد الباحثين أن الحضارات الحديثة المتقدمة يقتل إنسان فيها حوالي 15 ألف ساعة من حياته في المدرسة وهذا دليل على أهمية المدرسة بالنسبة للتنشئة الاجتماعية وبالنسبة للطفل أما ملاحظاتنا عزيز الدارس على المدرسة الفلسطينية فقد لعبت المدرسة دورا مهما في تنشئة الطفل وتربيته وتعليمه ثانيا تلعب دورا رائدا وبارزا في غرس المبادئ الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس الطلبة ومع ذلك عزيز الدارس فإن المدرسة الفلسطينية تواجه مجموعة من الصعوبات التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي ومن هذه الظروف أولا إغلاق المدارس الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وهذا الإغلاق موجود منذ الاحتلال عام 1948 حتى اللحظة وقوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس عملية الإغلاق وذلك لزرع نواحي سلبية في التعليم الفلسطيني وهي تشعر أيضا بأن المدرسة الفلسطينية لها دور بارز في توجيه حركة النضال الفلسطيني وبالتالي حدثت هناك كثير مع عمليات الإغلاق وقد استمرت على سبيل المثال في العام 1987 استمرت عملية الإغلاق لفترة زمنية طويلة جدا حتى أن بعض الطلبة كانوا ينتقلوا من صف إلى صف خلال شهرين أو ثلاثة شهور وهذا دليل واضح على سياسة التجهيل التي كانت تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبنائنا الطلبة ثانيا التنكيل بالمعلمين والطلبة أيضا عزيز الدارس فإن من الممارسات الإسرائيلية كانت تطال أيضا المعلمين والذين نعتبرهم الموجهين والمربين في المدارس وذلك لكسر هيبتهم ومن ثم معاقبتهم على بعض الأعمال التي يعتبرها الإسرائيليين مخلة بالأمن وكذلك التنكيل بالطلبة أنفسهم وهناك كثير من الحوادث التي سمت تصويرها على شاشات التلفزة وتم تصويرها من خلال صحف مختلفة على ممارسات عمليات التنكيل التي كان يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه المعلمين وتجاه الطلبة وتجاه طلبة المدارس أو الجامعات على حد سواء ثالثا اقتحام بعض المدارس وضربها بالقنابل المصيلة للدموع وتخريب أجهزتها وتوسيقها بالشعرات القادرة والكلمات البذية وهذا ينقلنا عزيز الدارس إلى التعرف إلى الحاجات التي يجب أن تلبيها هذه المدرسة أولا تحسين البيئة المدرسية التي تتعلق بالبناء نفسه والتي تتعلق بالأثاث داخل المدرسة وبالأجهزة لما ينعقص ذلك من أثر على الطلاب من ناحية نفسية أي جذب الطالب لهذه المدرسة بحيث تكون المدرسة فيها تنظيم وترتيب ثانيا نشر روح الود والمجاملة في المدرسة ما بين الطلاب أنفسهم وهذا قلنا عنه فيما سبق فيما يتعلق بالتنشئات الاجتماعية وكذلك الوصول إلى درجة من العلاقات الاجتماعية بين الهيئات التدريسية والطلبة ثالثا رفع المستوى التعليمي وكذلك الانتقاء من بين وسائل التعليم المختلفة التي يمكن أن ينتفع به الطالب وبالتالي تجذبه نحو الطلبة والغرفة الصفية والعملية التعليمية التعلمية بشكل كامل رابعا تحسين ظروف المعلمين المادية ورفع مستوى أدائهم وتعزيز مواردهم الذاتية لما ينعكس ذلك على أدائهم فمن المعروف بأن المعلمين يعيشون بعض الأوضاع الظروف أو الظروف المادية الصعبة والتي يمكن أن تنعكس على أدائهم التعليمي فبالتالي يجب أن يكون اهتمام بشكل أكبر في قطاع التعليم حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أبنائنا الطلبة في المدارس وينعكس بشكل عام على المجتمع الفلسطيني ونفتخر أيضا في هذا المجال بأن المجتمع الفلسطيني هو أكثر مجتمع متعلم في العالم بالنسبة لعدد السكان خامسا تقوية الصلة بين المدرسة وأولياء الأمور حتى يستطيع أولياء الأمور الوقوف عن كثب على آداء أبنائهم التعليمي ويمكن ذلك أن يؤدي إلى النهوض بالمدرسة لما يستطيع بعض أولياء الأمور من تحقيق بعض الاحتياجات للمدارس ومن ثم نقلها إلى المؤسسات ذات الصلة والتي تعود بالإيجاب على العملية التعليمية سادسا مكافحة تصرب الطلبة ومواجهة مشكلة التأخير الدراسي وهنا يختص بهذا المجال المرشدون التربويين في المدارس فيما يتعلق بمشكلة التصرب والتأخير المدرسي وهناك قاونين خاصة يجب أن تنفذ من قبل السلطة التنفيذية والمتعلقة بالتصرب من المدارس فمن المعروف أن التعليم الأساسي هو تعليم إلزامي أي أن الطالب يجبر على هذا التعليم ولكن يلاحظ أنه في بعض المدارس فإن كثير من الطلبة يتركون المدارس وبالتالي لا يسأل عنهم وهذه نقطة مهمة جدا أن يتم متابعتهم بشكل فعال حتى ينتظموا بالعملية خاصة في المرحلة الأساسية العليا تأثير التعليم التقليدي والتعليم المفتوح كبداية هناك نمطان أساسيان من التعليم أولا التعليم التقليدي وثانيا التعليم المفتوح أو التقدمي يركز النمط الأول عزيز الدارس على وحدات منفصلة من المادة التعليمية بينما يركز النمط الثاني على التعليم من خلال المشروعات وفي النمط الأول تكون العلاقة ما بين الطالب والمعلم بينما تؤكد المدارس التقدمية على العمل الجماعي للتلاميذ وهنا فيما يتعلق بالتعليم المفتوح نستذكر طبيعة التعليم في جامعة القدس المفتوحة والذي يعتبر تعليم مفتوح أو التعليم عن بعد الذي لا يلزم فيه الطالب بالمحاضرات الوجهية وهذا يورس في الطالب مزايا إيجابية سوف نلاحظها من خلال النقاط التالية أولا مرونة في المكان كسمات التعليم المفتوح ثانيا حرية اختيار الطلبة للأنشطة التعليمية ثالثا مواد تعليمية متنوعة رابعا قد يكون التعليم فردي أو في جماعات بدلا من التعليم في جماعات كبيرة أما سمات التعليم التقليدي أو المباشر الوجاهي إنه تعليم أكاديمي ويتمحور حول المعلم ثانيا التعليم في جماعات كبيرة ثالثا أنه يخضع للسيطرة والضبط من قبل الهيئة التدرسية أو المؤسسة المسؤولة سمات التعليم التقليدي أو المباشر هنا لابد أن نركز على المراجعة التي قام بها بيترسون للدراسات المتعلقة بتأثير النمطين التقليدي والتقدم فوجد أن الأطفال الذين تعلموا حسب النمط التقليدي سجلوا علامات أفضل قليلا في اقتبارات التحصيل وأسوأ في التفكير الابتكاري من الذين تعلموا حسب النمط المفتوح فالنمط المفتوح لديه القدرة على تشجيع الابتكار لدى هؤلاء الطلبة ثانيا التعليم المفتوح تفوق على التعليم التقليدي في بعض المردودات الوجدانية كخلق اتجاهات إيجابية نحو المدرسة وتعزيز الاستقلالية وحب الاستطلاع لدى الطالب وهنا عزيز الدارس فإن مميزات وسمات التعليم المفتوح أنه يترك أثر إيجابي مما يجعل من الطالب مجذوبا نحو المؤسس سواء كانت مدرسة أو جامعة عكس التعليم التقليدي الذي أحيانا قد يترك أثرا سلبيا في الطالب من خلال عزوفه عن الروتين الذي يشعر أنه ممل من خلال التعليم التقليدي كذلك يمكن اعتبار المدرسة عزيز الدارس نظاما أخلاقيا لأنها تنشئ التلاميذ على السلوك والمشاركة المدنية أما وسائل المدرسة عزيز الدارس فلدينا كبداية المنهاج الخفي وهو عبارة عن نتاج ثانوي للتدريس الأكاديمي ويشمل العلاقات بين الأشخاص كما يشمل النسق القيمي في المدرسة بمعنى الإيجابيات التي تتركها المدرسة من خلال إدارتها ومدرسيها في نفوس الطلبة من خلال خلق علاقات إيجابية بين الطلبة أنفسهم وبين الطلبة والمؤسسة التي ينتمون إليها ثانيا البرامج التي تعد خصيصا لغرض تنمية هذا السلوك وذلك بما تحويه من مناقشات ومتوفره من فرص حقيقية ومشاركة فعلية جيم النوادي ومراكز الشباب ما هي كبداية أهداف المؤسسات الشبابية؟ أولا توعية الشباب وتثقيفهم وتوسيع مداركهم وآفاقهم ثانيا إكسابهم مهارات مختلفة ثالثا تدريبهم على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية رابعا إكسابهم معلومات في مجال العمليات الاجتماعية كالتعاون والتنافس وتكيف وغير ذلك خامسا استثمار طاقات الشباب وإمكاناتهم وتوظيف هذه الإمكانات طبعا في أوقات الفراغ بما يعود من نفع على هؤلاء الأفراد ومجتمعهم سادسا تحقيق التوازن في حياتهم النفسية والاجتماعية سابعا تحقيق التواصل والتفاعل بين الشباب أنفسهم وبين المؤسؤولين والبيئة ثامنا تدريب الشباب على الاحترام الرأي والرأي الآخر في إطار من الحرية المسؤولة والمنضبطة تاسعا تعويض الشباب على ممارسة دور القيادة والتبعية أما الأهداف الخاصة أعزي الدارس بوزارة الشباب والرياضة الفلسطينية فتتمثل بما يلي وهي عبارة عن جزء من هذه الأندية الشبابية أولا تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب ثانيا تعزيز القيم الإنسانية والمفاهيم المجتمعية والمدنية في صفو الشباب ثالثا إرساء مفاهيم الديمقراطية والعدالة الموسوى رابعا إذكاء روح العمل الجماعي والتطوعي لدى الشباب خامسا العمل على زيادة الوعي الشبابي من النواحي الثقافية والتربوية البيئية والصحية سادسا الإسهام في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لدى الشباب سابعا إعادة بناء وتوحيد جسم الشبابي والرياضي الفلسطيني ثامنا تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الشباب الفلسطيني والعربي بخاصة في المجال الدولي وهنا نلاحظ أنه في الآونة الأخيرة أصبح هناك تطور واضح في مجال الأندية الشبابية الفلسطينية من خلال المسابقات التي تجرى داخل فلسطين في الضفة والقطاع أو المسابقات الخارجية فبالرغم من الظروف القاسية التي عاشها الشباب الفلسطيني فقد استطاع أن يطور نفسه رياضيا حتى يصل إلى مستوات متقدمة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم أما بالنسبة عديد الدارس إلى جمعيات الرعاية والجمعيات الخيرية التي أنشأت في فلسطين فهناك عدة أمثلة على هذه الجمعيات أولا جمعية الاتحاد النسائي في نابلس والتي أنشأت في العام 1921 والتي تقتص بالأمور النسائية جمعية الاتحاد النسائي العربي في القدس والتي أنشأت في العام 1929 جمعية الهلال الأحمر التي أنشأت في نابلس في العام 1948 جمعية الهلال الأحمر في العام 1950 ثم جمعية المقاس الخيرية في العام 1955 وجمعية أموال الزكاة في العام 1977 ثم جمعية الملتقى الفكر العربي في العام 1977 ثم جمعية الدراسات العربية في العام 1980 وهذه الجمعيات عزيز الدارس عبارة عن مؤسسات مجتمعية تقوم بخدمة المواطن الفلسطيني في مجالات مختلفة منها على الصعيد النسوي ثم على الصعيد الصحي ثم على الصعيد الخاص بالتبرعات أو المساعدات الخاصة بوعد الأسر المحتاجة ثم على الصعيد الفكري والثقافي الفلسطيني كمؤسسات الدراسات المنتشرة أما فيما يتعلق عزيز الدارس ببرنامج تأهيل الأسرى والمحررين وهو عبارة عن برنامج عمل خصيصا وذلك لمساعدة الأسرى الموجودين داخل المعتقل ثم الأسرى المحررين فيما يتعلق بالتعليم أي تقديم خدمات تعليمية لفئة الأسرى من خلال منح وقروض ثم التدريب وإعادة تدريب هؤلاء الأفراد ثم خدمة التشغيل أي تشغيلهم في مجالات عمل مختلفة ثم القروض والتأمين الصحي دال المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة في المجتمع الفلسطين وسيلة الاتصال عزيز الدارس هي عبارة عن قناة تربط المرسل والمستقبل بحيث تتحرك من خلالها اللغة الاتصالية من المصدر إلى المصب وهي نوعان اتصال شخصي واتصال جماهيري وعزيز الدارس نمط الفيديو استريمينغ هو عبارة عن عملية اتصال وتواصل ما بين المشرف وما بين الطلاب حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة وهنا عبارة عن عملية اتصال ما بين المشرف ومجموعة من الطلاب الذين يخذون هذا المقرر ثم ننتقل إلى مثال على هذه المؤسسات وهي هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني ومن أهدافها أولا إبراز المعالم الثقافية والحضارية للفلسطينيين ثم توثيق وتوطيد علاقات شعبنا الفلسطيني بعضهم ببعض مخاطبة الرأي العام الفلسطيني داخليا وخارجيا إطلاع المواطنين على توجهات وقرارات الحكومة الحرص والحفاظ على تميز الشخصية الوطنية ومن المبادئ الخاصة بهذا البرنامج أولا أن تتناسب عزيز الدارس هذه المبادئ لهذه البرامج مع الدستور الفلسطيني فيما يتعلق بالأخلاق والحفاظ على القيم ثانيا أن تعزز فهم القضايا الدولي والدفاع عن السلام والعدل الاجتماعي والحريات تكريس احترام الحياة والحرية ومعتقدات الآخرين ثم ستتضمن هيئة الإذاعة والتلفزيون أيضا ألف التعددية الفكرية والاتجاهات الأيدولوجية ثم أن لا تكون البرامج بشكل عام متحيزة لحزب أو جماعة أو مصلحة أو دين أو أيديولوجية وهنا عزيز الدارس فإن هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التطور ففي اللحظات التي لم يكن مسموحا للفلسطيني بأي إذاعة أو محطة تلفزة فقد استطاعت هذه الإذاعة أن تتطور وتصل إلى جميع دول العالم ويكون لها الدور البارز في نشر القضية الفلسطينية على جميع المستويات في جميع دول العالم خامسا عزيز الدارس مشكلات المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج نبدأ كبداية بمشكلات المجتمع الفلسطيني المتعلقة بالإحتلال الإسرائيلي وذكرنا في البداية بعض هذه المشكلات منها التشريد ومن المعروف أن الشعب الفلسطيني قد تعرض لنكبة عام 1948 وبعد ذلك النكسة عام 1967 ثم بعد ذلك الانتفاضة وما ناتج عن كل هذه الأحداث من عملية تشريد للشعب الفلسطيني من أرضه إلى خارج حدود وطنه في دول الجوار والتي سنذكرها بعد لحظات ثم عزيز الدارس الاستيطان فمن المعروف أنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لمناطقنا الفلسطينية قد بدأ بنشر مستوطناته بشكل مكثف خاصة في الضفة والقطاع الفلسطيني وذلك بهدف السيطرة على هذه المناطق ووضع المستوطنات في مناطق استراتيجية حساسة وذلك لتحقيق هدفين الهدف الأول عزيز الدارس هو عبارة عن عملية وصل أي وصل المستوطنات بالمدن الإسرائيلية الأخرى من خلال ما يسمى بالشوارع الالتفافية الهدف الثاني للاستيطان هو عبارة عن عملية فصل فصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض وهذا واضح للجميع من خلال تنقلنا بين المدن الفلسطينية نجد أن المستوطنات عملت على فصل هذه التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض حتى يتم تحقيق أهداف سياسية وإقتصادية للإسرائيليين فكما قلنا هدفها هي السيطرة على مواقع استراتيجية ومهمة ومن ثم إبعاد الفلسطينيين عن هذه المواقع التي يمكن أن استفيدوا منها وهنا عزي الدارس إذا ما استذكرنا المفاوضات الفلسطينية فإن العقبة الحالية في الوقت الحالي أمام المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية هي عبارة عن عملية الاستيطان ومحاولة المستوطنين والحكومة الإسرائيلية بشكل حديث على التوسع بشكل كبير جدا في عملية الاستيطان وإذا ما استمرت هذه العملية فإن مستقبل عملية السلام والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية سوف يتوقف ويبوء بالفشل النقطة الثالثة عزيز الدارس من حيث المشكلات المتعلقة بالاحتلال ألا وهي القتل ومنذ العام 1967 حتى اللحظة انتفاضها الأقصى فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل العديد من المواطنين الفلسطينيين سواء كانوا أطفال أو شيوخ نساء وبالتالي فإن الأعداد بشكل كبير جدا وذلك حتى يتم تحجيم وإقصاء المواطن الفلسطيني عن أرضه وهي عبارة عن سياسات ممنهجة تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ القدم ضد أمناء الشعب الفلسطين ثالثا القتل النقطة الرابعة قسوة الاعتقال والأسر وإذا ما تحدثنا عن قسوة الاعتقال والأسر فالكثير من المواطنين الفلسطينيين كان لديهم تجارب اعتقالية وهناك بعض البرامج التي تم بثها والتي تحدثت أعزاء الدارسين عن تجارب كثير من المواطنين في زنازين الاحتلال الإسرائيلي وتحدثوا بشكل موسع عن الممارسات السلبية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وقبل عدة أيام كان هناك أمثلة واضحة على الممارسات الإسرائيلية تجاه أبنائنا الأسرة في كثير من المعتقلات والتي قاموا بتفريغها ونقل الأسرة الفلسطينيين إلى معتقلات أخرى ومن ثم ضرب بعض هذه المعتقلات بقنابل غاز مسئلة من الدموع وما المعروف أن هؤلاء الأسرة يكونون داخل أشياء شائكة أو غرف لا يستطيعون تجنب هذه القنابل وحتى كان يتم إدخال بعض الكلاب البلسية عليهم داخل المعتقلات ومن ثم حرمانهم من بعض الأساسيات ألا وهي المأكل والمشرب با مشكلات اقتصادية فما هي المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني؟ أولا تفشي البطالة وتفشي البطالة المقصود البطالة عزيز الدارس عدم القدرة على توفير فرصة عمل فيما المعروف أنه لا يجد لدينا الدولة باقتصاد قوي تستطيع أن توفر فرص العمل لجميع أبناء الشعب الفلسطيني أي أن هناك أعداد كبيرة من أيدي العاملة عاطلة على العمل ثم النقطة الأخرى الدمار الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي بالاقتصاد الفلسطيني وذكرناها سابقا بأن الاحتلال الإسرائيلي كان لديه سياسة ممنهجة بتدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلال تشغيل وجذء الأيدي العاملة الفلسطينية للعمل داخل المناطق المحتلة والتي سيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي مما ترك المناطق الفلسطينية كمناطق مهمشة بلا اهتمام بالاقتصاد حتى أنه منع كثير من الصناعات أن تقام في المناطق الفلسطينية وبالتالي استطاع بطريقة أو بأخرى أن يبعد المواطن الفلسطيني عن أرضه عن عمله عن اقتصاده سواء كان زراعي أو صناعي أو تجاري وبالتالي حتى يستطيع أن ينهض إسرائيلي باقتصاده ويتطور وبالتالي يترك المناطق الفلسطينية مناطق مهمشة مناطق ضعيفة اقتصادية تا مشكلة اللاجئين من المعروف عزيز الدارس أنه في العام 1948 وفي العام 1967 وما بعد ذلك من ثورات وانتفاضات فلسطينية كانت من آثارها تشريد عدد كبير من الفلسطينيين من أرضهم إلى خارج حدود وطنهم فقد أدت نكبة عام 1948 إلى تفريغ وتدمير حوالي 530 قرية فلسطينية واقتلاع وتهجير أكثر من 80% من الفلسطينيين وقد رفض الإسرائيلي عزيز الدارسين تنفيذ القرار 194 والذي ذكرناه في لقاءات سابقة والذي ينص على حق اللاجئين في العودة أو التعويض وبالتالي حتى لا يتم ذلك فقد أصدرت قرارات صارمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بعودة الفلسطينيين في حالة رؤيتهم لأي مواطن فلسطيني يحاول عبور الحدود من دول الجوار إلى فلسطين فقد سمح للإسرائيلي بإطلاق النار عليه وذلك حتى لا يتجاوز هذه الحدود إلى المناطق الفلسطينية فقد كان هناك قرار يسمح هذا القرار بعودة حوالي 100 ألف لاجئ فلسطيني وفي 16 تموز من عام 48 كما ذكرنا اتخذ قرار بمنع هذا القرار وإطلاق النار على كل منحه العودة إلى فلسطين وقد استوطن أعزاء الدارسين في فلسطين ما بين أيار عام 48 وإيسان عام 1949 على سبيل المثال حوالي 60% من القادمين الجدد من خارج فلسطين من الدول الأجنبية من الاتحاد السوفيتي من الولايات التحدي من دول أوروبا في بيوت الفلسطينيين الذين هجروها أو شردوا منها ويعيش حوالي ثلث اللاجئين المسجلين لدى الأنروة في 59 مخيما موزعة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان ويعيش حوالي 80% من لاجئين فلسطينيين عزيز الدارس على بعد حوالي 100 كم من قراءهم ومدنهم الأصلية التي هجروا منها أما اللاجئون الفلسطينيون في لبنان عزيز الدارس فيوجد في لبنان عزيز الدارس حوالي 400 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في دائرة الحرمان ويخضعون لقوانين وأنظمة وتمنعهم عزيز الدارس من المشاركة في كثير من الأعمال أو حتى من البناء فهم يعيشون في حالم القهر وتدهور الأوضاع الاجتماعية وتفرض الحكومة اللبنانية عليهم مجموعة من القيود منها في مجال السكن وكذلك في مجال العمل فيحضر على الفلسطينيين عمل في 60 مهنة من بينها الطب والصيدلة والمحاسبة هذا بالإضافة إلى القيود المتعلقة بحرية السفر والعودة إلى لبنان ولكن قبل عدة أيام سمحت الحكومة اللبنانية بممارسة بعض الأعمال للاجئون الفلسطينيون الموجودين في لبنان وذلك بسبب ما يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة جدا ونتيجة الحرب عام 1948 عز الدارس والحرب عام 1967 انتشر الفلسطينيون في كثير من الدول العربية منها الأردن وسوريا والعراق والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وليبيا وكذلك بقي في فلسطين موراء الخط الأخضر حوالي مليون فلسطين وهناك أيضا الفلسطينيون المنتشرون في جميع النحاء العالم كالولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا أما فيما يتعلق بتربية الشخصية الفلسطينية وتجزيل الهوية فإن التحديات التي فرضت على الأرض الفلسطينية بعد احتلاع عام 1948 كانت من القصوى بحيث باتت الهوية الفلسطينية مهددة بالزوال ولكن الشعب الفلسطيني سرعان منتبه لهويته فصار يقاوم مخططات المحتل وأنشأ ثقافة جديدة لمقاومة هذا الاحتلال وقد سمت الفلسطينيون داخل الخط الأخضر ولم يذوبوا في المجتمع الإسرائيلي وقد سمد الفلسطينيون داخل الخط الأخضر ولم يذوبوا في المجتمع الإسرائيلي بل حافظوا على عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم العربية الفلسطينية وكذلك تمسك الفلسطينيون الموجودون في المناطق التي احتلت في العام 1967 بأرضهم فلم يهجروها ولم يغادروا منها وبالإضافة إلى ذلك عز الدارس فإن مجموعة من الفلسطينيين الذين هجروا من مناطق التي احتلت في العام 1948 قد قدموا إلى مناطق 1967 وعاشوا في مجموعة من المخيمات المنتشرة في الضفة والقطاع الفلسطيني أما من حيث أدوار الشباب الفلسطيني في البناء والتطوير أولا الإقبال على العلم بمختلف تخصصاته ثانيا التمسك بالأرض وزراعتها وخدمتها ثالثا التمسك بالأخلاق والقيم الإسلامية والوطنية رابعا التوعية بالتجربة الفلسطينية ومكانة فلسطين والقدس بشكل خاص خامسا إحياء الاحتفالات الدينية والوطنية سادسا المشتركة بالأعمال التطوعية سابعا إنصاف المرأة ومساعدتها على نيح حقوقها كاملة غير منقوصة إلى هنا أعزاء الدارسين أصلوا إياكم إلى نهاية لقائنا السادس من مقرر التربية الوطنية على أمل لقائبكم في مقررنا السابع دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة